السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة France avec l'Ubna لتعليم الفرنسية من البداية الى الاحتراف حصة اليوم خاصة بقراءة الفرنسية او نص بالفرنسية خطوة بخطوة اذا كما ترون لازلنا في قصة الجزء السادس سوف نقرأ المقطع او نعم اذا المقطع الذي سوف ندرسه في هذه الحصة اولا سوف نشرح هذا المقطع ثم بعد ذلك سوف نقرأه ببطء ونتعرف على قواعد القراءة كالعادة لخصن كرامل او باي دي زاباي الدب دوب كرامل في بلاد النحل وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا اذا قلنا اولا سوف نقرأ هذا المقطع ونشرحوه ثم بعد ذلك سنعد قراءته ولكن ببطء مع الوقوف على قواعد القراءة اذا قلنا بالراوحات الكريها 200 pot de miel فانه اطنه 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 de gracieuse من gracieuse هذه التعلوبة تسمى gracieuse qu'il trouva en pleine dégustation qu'il trouva التي وجدها وجدها يعني وجدها gracieuse qu'il كتعود على gracieuse qu'il trouva يعني التي وجدها en pleine dégustation يعني في غمرتي التدوق وَوَضَحْ وَبَادٍ يَدْهَرُ وَوَضَحْ وَبَادٍ يَدْهَرُ وَوَضَحْ وَنَحَانَهَا مَفْتُونَتُونَ بَعْسَنْ مِيَلْ بِعَسَلِهَا مَنْ مِيَلْ اِغَتَي رُغَرْد لُوِي دِتِل مُمِيَل اِغَتَي مُمِيَل العسل او العسل الخاص بي اِغَتَي فاسد غُغَغْد انظري لُوِي دِتِيل قال لها إذن هذا هو المقطع الذي سوف يعني نقوم بقراءته ببطء لنتعرف على قواعد القراءة طبعا من يتابعني من قبل يعرفوا قواعد القراءة جيدا لذلك هنا يعني تركت لكم يعني الكلمات التي تخص فيها قواعد القراءة يعني وضعت فيها لون مختلف يعني لتراجعوا معي ويمكنكم أن تكتبوا في التعاليق كل كلمة ما هي القاعدة الخاصة بها قان تيل سغفايا donc لاحظوا قان بالنسبة لك قلنا أن هذا الحرف دائما عندما نريد أن نحركه لابد من كتابة U يعني بينه وبين الحرف الذي نريد به تحركه لكن يكتب ولا ينتق يكتب ولا ينتق إذن كون تيل هنا لاحظوا دي في الأخير كما نعلم هي لا تنطق لأنها ليست ضمن حروف فغكل ولكننا هنا نطقناها لماذا نطقناها؟ لأننا قمنا بالليازون الربط الربط بين آخر حرف ساكن وأول حرف متحرك ولاحظوا أننا لم نقل كون تيل وإنما كون تيل لأن الدي عند الربط عند الليازون ينتقوا كحرف ت ينتقوا كحرف الت كون تيل داكو؟ يعني يصبح مثله مثل حرف ت لأن إذا كان مثلا هنا بجانبه أل سوف ينتقوا كون تيل إذن يعني سيصبح مثله مثل حرف ت كون تيل سغفيا لاحظوا هنا إل لأل في الأخير يعني نطق لماذا؟ لأنه ضمن حروف فغكل كون تيل سغفيا أخكل إذن سوف نراجع بالنسبة للذين هم جدد معنا لا يعلمون أو لا يعرفون هذه القاعدة سوف نراجعها معا إذن بالنسبة للحروف التي تأتي في آخر الكلمة الحروف الساكنة يعني لكونسون هذه الحروف إذا جاءت آخر الكلمة لا تنطق لا تنطق معدى أربعة حروف هي التي مكتوبة هنا بالأخضر يعني سي أف أل أغ هذه الحروف إذا جاءت آخر الكلمة تنطق ونحن نجمعها في كلمة حتى لا ننساها وهي فغكل فغكل أو فركل فركل حتى لا ننساها فقط يعني أف أغ سي أل لكن هذه القاعدة تساعد بشكل كبير في القراءة لكنها ليست عامة ليست قاعدة عامة هناك بعض الاستثناءات كما ترون هناك مثل مثلا بلون يعني أبيض ينتهي في الآخر بالسي التي تنطق إذا جاءت في الآخر ولكن في هذه الكلمة لم ننطقها دكار إذن نكمل قلنا لأيضا نطق لأننا قلنا أنه ليس ضمن حروف فغكل و هنا نطق إذن لم ينطق لم نقل كغامل رأينا ذلك طبعا في حصة سابقة ولكن كما قلت لكم ربما يكون معنا يعني يعني متابعين جدد لذلك من الأفضل أن نشرح ذلك حتى يستفيد يعني للآخر إذن قلنا هنا لأ لماذا نطقناها لأنها جاءت قبل الحرف الأخير في الكلمة والحرف الأخير يعني هو حرف ساكن كونسون إذن عندما يكون الحرف الأخير كونسون و يأتي قبل الحرف الأخير فهو ينطق سوف نرى ما هي الحالات التي ينطق فيها مثل الصوت إذن لاحظوا معي ما هي هذه الحالات الحالة الحالة الأولى عندما تكون أ عندما يقول الحرف أ متبوع ب اثنان أو ثلاث حروف ساكنة يعني دو أو تخوى كونسون مثل مار كونسون لاحظوا هنا أ متبوع بثلاث حروف ساكنة يعني تخوى كونسون لذلك نطقة أي مار كونسون نفس الشيء هنا تاغ متبوعة ب دو كونسون سواء كانت متشابهة أو غير متشابهة هنا غير متشابهة غيكتانجل إذن تاغ نطقة أ نطقة أي داكور بالنسبة لمن يريد أن يعرف معاني الكلمات ما تحدي طبعا الأربعة تاغ هي الأرض غيكتانجل يعني مستطيل إذن إذن لاحظوا هنا غيكتانجل نطقة أي لماذا لأنه جاء متبوعا بحرفين ساكنين على لاحظوا هنا هناك ستناء ما هو الإستناء على ألا يكون متبوعا بأم أو أن إذن لماذا لا يجب أن يكون متبوعا بأم أو أن لأنكم تعلمون أن أ مع أم أو أ مع أن يعطينا صوت آخر ينطق أن أن لذلك فهو لا ينطق أي لأنه يكون لنا صوت آخر مستقل بداته لأن لفن يعني الريح لطن يعني الوقت أو الزمن لكن هناك ستناءات غير أنها ليست كثيرة مثل مثلا غصنبلي دس دس لاحظوا هنا لأ متبوعا بدس يعني حرفين ساكنين ولكن ومع ذلك نطق أ وليس أي نفس الشيء بالنسبة لدس متبوعا بدس ولكن نطق أ دس أيضا متبوعا بدس ولكن نطق أ إذن هناك حالات ستنائية لكنها نادرة جدا ولكن أغلب الحالات هي التي قلنا عنها الآن يعني إذا جاء متبوعا بدس وثوى كونس ينطق أي الحالة الثانية إذا جاء متبوعا بحرف ساكن تنتهي به الكلمة سواء كان ينطق أو لا ينطق مثل الكلمة التي شرحناها للتو عندما قلنا كغمال إذن هنا لاحظوا معي شانتي شانتي لأ لأ نطقة لماذا لأنها جاءت قبل الحرف الساكن الذي جاء آخر الكلمة مباشرة نفس شيء بالنسبة لأ جاءت قبل الس والس هي آخر حرف في الكلمة ن أيضا نفس شيء لأ جاء قبل الحرف الأخير في الكلمة الحالة الأخيرة إذا جاء أ متبوعا بالحرف الساكن إكس مثال إذن دائما عندما يكون أ متبوعا بإكس فهو لا ينطق أ وإنما ينطق أ أ إذن نكمل قلنا ك رمال في سور بخي طار دونك لاحظوا معي هنا كرمال في إذن ت هنا لم ينتق لأنه ليس ضمن حروف فركل سور بخي الأس أيضا لم ينتق لأنه ليس ضمن حروف فركل بخ هنا نطق لأنه ضمن حروف فركل لاحظوا معي أغ هنا لاحظوا سور بخي إذن أغ هنا نطق غ ولكن أغ هاته نطقة خ إذن لماذا نطقة خ سور بخي لماذا نطقة خ الحرف أغ ينطق في العادة غ ولكن هو ينطق كحرف الخ في العربية متى ينطق إذا جاء قبله أربع حروف وهي س ت كتف أف بي نقرأ كخ تخ ثخ بخ داكور إذن دائما الحرف أغ ينطق غ ولكن إذا جاء مسبوقا بأحد هذه الحروف الأربعة فهو ينطق كحرف الخ في العربية هذه الحروف حتى لا تنسى جمعناها في كلمة وهي كتف بي أو كتف بي طبعا بي يعني لا توجد ما يقابلها في العربية لذلك تركتها بهذا الشكل هناك من كتب لي في التعاليق يمكننا أن نسميها بوفتك بوفتك ولكن بالنسبة لي بي لا توجد ما يقابلها في العربية لذلك أفضل أن يبقى هكذا حتى لا يختلط الأمر مع بي داكور إذن اكتف بي نكمل قلنا نطقة لماذا لم نقل لماذا لماذا إذن هذا أيضا رأيناه في الحلقات السابقة بالنسبة للحرف S ينطق كحرف الزاي في العربية كحرف Z وأيضا ينطق كحرف السين. إذن متى ينطق كحرف الزاي ومتى ينطق كحرف السين. حرف الزاي ينطق في حالتين. ما هي هاتين الحالتين؟ الحالة الأولى هو S عندما يأتي محصورا بين دو فويل بين حرفين متحركين إذن لاحظوا مثل سغيز سغيز يعني كاراز إذن لاحظوا قبله I حرف متحرك وبعده حرف متحرك نفس الشيء بالنسبة في المثال قبله وبعده لذلك نطقة هنا الحالة الثانية هي عند عند الربط عندما نربط الكلمة مع كلمة أخرى الكلمة الأولى تكون تنتهي بS والكلمة الثانية التي تأتي بعدها مباشرة تبدأ بويل يعني حرف متحرك في هذه الحالة عندما نقوم بالليازن يعني الربط هنا ينتقو Z نقول لاحظوا نسمعو Z باقي الحالات كلها ينتقو فيها كحرف السين إذن فقط هتين الحالتين هي التي ينتقو فيها كحرف Z أما الباقي الحالات كلها ينتقو فيها كحرف السين نكمل قلنا او در د سان بو د م ي ي ل إذن هنا غ نطيق في الأخير لماذا؟ لأنه ضمن حروف فغكل نعلمو أن حروف فغكل إذا جاءت في الأخير ننتقوها د د سان بو نفس شيء ت ليست ضمن حروف فغكل لذلك لم ننتقها د م يال ميال إذن هنا نطيقات A لأننا قلنا جاءت مباشرة قبل حرف ساكن وهذا الحرف الساكن هو آخر شيء في الكلمة ال نطيق لأنه ضمن حروف فغكل بعض القواعد هنا إطني إيل إذن هنا لأل نطيق لأنه ضمن حروف فغكل هناك من يجيب في التعاليق نعم جيد جدا س غاب خوشا لاحظوا هنا لأر نطيق خ لأنه جاء قبله بي قلنا إذا جاء قبله أحد الحروف كتف بي إذن بي جاء قبله بي لذلك نطيق خ غاب خوشا د غراسيوز غراسيوز إذن هنا لأس نطيق ز لأنه جاء قبله فويل وبعده فويل لاحظوا هنا لأ نطقناه قلنا د ولكن هنا لأ لم ينطق لماذا؟ بكل سهولة لأن أ إذا جاء في الأخير أو لفويل بصفة عمى الحروف المتحركة بصفة عمى إذا جاءت في الأخير كلها تنطق عكس الحروف الساكينة عكس إذن الحروف المتحركة عندما تأتي في الأخير كلها تنطق ما عدا الحرف أ إذا جاءت في الأخير تنطق فقط في حالة ما إذا كان الكلمة فيها صوت واحد فقط تسمعون فيه صوت واحد فقط مثل مثلا د إذن د نسمع فيها صوت واحد فقط أما غاسيز فلم ننطق لأ في الأخير كي ل كيل إذن هنا أيضا كما أقول لكم يعني الحرف كي دائما عندما نريد تحركه يكتب لأ بعده يعني مباشرة نكتب بعده ثم الحرف الذي نريد تحركه به ولكنه لا ينطق يكتب ولا ينطق دكتور هنا أين هو الحرف الذي نريد تحركه كان في الأصل ك كان في الأصل ك ولكن عندما تلتقي حرفان متحركة نحذف الأولى لذلك حدفنا وعوضناها بأبوستخوف هذه الإشارة تسمى أبوستخوف لنقرأ كيل كيل لأل هنا طبعا نطق لأنه ضمن حروف فاكل لاحظوا هنا نفس الشيء plan لأ لم ننطقه لأن الكلمة فيها ثلاث أصوات يعني أكثر من صوت لذلك لا ينطق أ لاحظوا إذن نطق خ وليس غ مثل هذه الكلمة هنا جاء مسبقا ببي وهنا جاء مسبقا بتي إذن عندما أغ يسبق أو يكون مسبقا بأحد الحروف كما قلنا كتف بي إذن هنا تي كتف بي حينها لأغ ينطق كحرف الخ في العربية تخوف سين كالصوت سين كالحرف س لماذا نطق ديگست وليس ديگست تيون لماذا سوف نرى الآن بالنسبة للحرف الت ينطق كثلاث حروف في العربية ينطق كحرف سين ينطق كحرف ت وينطق كحرف ت إذن متى ينطق كحرف سين متى ينطق كحرف ت ومتى ينطق كحرف ينطق كحرف سين إذا جاء متبوع ب إ ثم بعده ويال أخرى مثل إذن لاحظوا هنا إ متبوع ب ويال أخرى إذن لذلك قلنا ينطق كحرف السين هنا ambitieux ambitieux ديگست إذن لاحظوا جاء متبوع ب إ ثم ويال أخرى إذن دائما عندما يأتي متبوع ب إ ثم ويال أخرى فهو ينطق س لاحظوا هنا إنيسيال إنيسيال كونفيدانسيال كونفيدانسيال إذن دائما ينطق س إذا جاء متبوع ب إ ثم بعده هذا حرف متحرك آخر ويال أخرى لكن هناك استثناءات نادرة جدا المهم التي أقولها لكم القاعدة التي أقولها لكم الآن هي ستساعدكم بشكل كبير في القراءة هناك استثناءة نادرة سوف تتعودون عليها مع الوقت مثلا بالرغم من أنه جاء متبوع ب إ ثم حرف متحرك آخر ولكنه نطقة ت بالنسبة لمن يريد أن يتعرف على الكلمات معاني الكلمات أمبيسيال تعني طموح إنيسيال يعني أولي مثلا المواد الأولية الماتيار إنيسيال كونفيدانسيال يعني كونفيدانسيال يعني سري فستيار يعني غرفة تبديل الملابس دونك تي قلنا ينطق الآن كحرف ت إذن متى ينطق كحرف ت ينطق كحرف ت إذا جاء متبوع بأحد هذه الحروف المتحركة إما او 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 اي اذا نقرأ ت مثل تيب او تي مثل تيغوار او تي مثل ستيلو دا كونفيدانسيال إذن تيب يعني انبوب تيغوار يعني مجر 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 كيف نقول له باللغة العربية الفصحة لم تحضر الآن في الدهن ستيلو يعني قلم حبر الآن ينطق تي كحرف ت في العربية متى إذا جاء متبوعا بأحد هذه الحروف المتحركة التي ترون أمامكم ا او 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 إذا جاء متبوعا بأ ينطقو ت مثل تامي إذا جاء متبوعا بأ ينطقو ت مثل تنس إذا جاء متبوعا بأ ينطقو تو مثل اوتو إذا ما معنى تامي تامي معنى غير بال تنس معنى عانيد اوتو معنى معنى اوتو يعني اوتوموبيل يعني سيارة سيارة اوتو تعني أيضا على حسب يعني سياق تعني مثلا مستقل أو على حسب سياق داكور اذا اوتو سيارة نكمل إذا وصلنا إلى النهاية قلنا اتوني قلنا اتوني il se rapprocha de gracieuse qu'il trouva en pleine dégustation إذا نهاتي رأينا القواعد الخاصة بها سوفا نكمل ن إذن هنا لأس نطقة ز لماذا؟ لأنه جاء محصورا بين حرفين متحركين يعني دو ويل تسبقه إ وبعده إ visible م هنا لأس لم ينتق لأنه ليس دمنا حروف فغكل ان شان ت انشان ت پا غ پا إذن لأ في الاخير لأس تنتق إذا كانت الكلمة فيها أكثر من صوت ر في الاخير تنتق لأنها دمنا حروف فغكل سان م ي ل سان ميال سان ميال إذن لأل في الاخير ينتق لأنه ضمن حروف فغكل لماذا؟ لأن الكلمة فيها أكثر من صوت قلنا أن أ لا تنتق إذا كانت في آخر الكلمة والكلمة فيها أكثر من صوت إذا لا تنتق إذا لاحظوا معي لوي لوي دي تيل هنا نطق تي رغم أنه ضمن حروف ليس يعني ضمن حروف فغكل قلنا أن تي ليس ضمن حروف فغكل إذا لا يجب أن ينطق لكن هنا لماذا نطقناه؟ لأننا قمنا الربط يعني ربط آخر حرف ساكن بأول حرف متحرك لذلك قلنا دي تيل دكور لذلك نطقنا إذا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى